اوديو لابي شارك المعرفة السلام عليكم ايها الرائعون بداية ندعوكم للاشراك بقناة اوديو لابي وتحميل تطبيقنا خمس اسس تقوم عليها عملية بناء ثروة لسنوات طويلة بحث روبرت كيوساكي في مبادئ الثراء واسس بناء الثروة وكان يؤمن بان افضل استثمار يمكن ان يحقيقه المرء يكون عن طريق المعاني في التفكير لفهم الفلسفة التي تسير بها شؤون المالية للفرد فالكثير من الناس لا يعنيهم الا خطة ثراء سريع وطرق مختصرة لتحقيق ثروة حقيقية ولطالما اكد روبرت على ضرورة ان يفهم المرء جيدا لعبة المال قبل ان يبدأ في محاولة الهرب من الصراع اليومي من اجل الحصول عليه اثراء المالي ليس فقط لاصحاب الدخل المادي المرتفع ولا يقتصر على اشخاص دون اخرين بل هي لعبة ذكاء جميعنا يخودها والاغلب يخسر فيها وقد حدد روبرت كيوساكي في كتابه الذائع الصيد الابو الغني والابو الفقير نذكر لكم فيما يلي اسس النجاح المالي الخمسة التي تقوم عليها عملية بناء ثروة وتحقيق الحرية المالية قبل ان نكمل وفي هذا السياق ندعوكم للاستماع الى الحزمة الكاملة من برمج عقلك على الثرى توكيدات ايجابية صوتية لبرمجة عقلك الباطن حمل حزمتك الان اولا كيف تحصل على مالك وتتضمن تقييم الممتلاكات الموجودة لديك بالفعل الاصول مدرة للدخل وتوقعات المستقبلية لها وبداية التخطيط للمستقبل المالي ثانيا كيف تدير مالك يجب ان تعلم ان قدرتك ومهرتك في اتخاذ القرارات المالية سديدة بفعلية من الممكن ان يساعدك على ادارة اموالك بكفاءة يؤكد روبرت هنا ان ما يجمعه المرء من مال ليس مهما بقدر اهمية ما يدخره ليستثمره فيما بعد من خلال حيازة الاصول ثالثا كيف تضع ميزانية يسعى الانسان طوال حياته الى ان يحيى حياة كريمة له ولأسرته ولكن كي يحقق النجاح المالي الذي يتمناه لابد من ان يتعلم كيف يعيش في حدود امكانياته تعرف على كيفية وضع ميزانية للراطب رابعا كيف تنمي مالك بينما تعمل على زيادة ذكائك المالي يجب ان تدرك ان اهم اساسية الثرائي ان تجعل المال يعمل من اجلك سيساعدك تعرف على طرق الثلاثة الرئيسية للحصول على المال في اختيار الاستراتيجية التي ستمكنك من كسب المال بقدر اكبر خامسا كيف تزيد ثقافتك المالية هناك حاجة الى ثقافة مالية في عالم يتسم اليوم بالعديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة يجب على كل فرد ان يتعلم القوانين التي تحكم بناء الثروة كلما تعلمت اكثر كلما زادت قدرتك على بناء وتنمية ثروتك في عام سبع وتسعين وتسعمائة والف صدر الكتاب الاول روبرت كيوساكي الابو الغني والابو الفقير الذي اسهم في تغيير الطريقة التي ينظر بها عشرة الملايين حول العالم الى المال تناول فيه بشكل اساسي اهمية التعليم المالي ويؤمن روبرت انه من المحتمل ان يفقد المرء ماله في البورسة او يخسر في احد او جميع استثماراته كما ان المال يمكن ان تهبط قيمته ويخسر الجميع حتى اكثر الناس حرصا على الادخار ومن هنا تظهر اهمية الذكاء والوعي المالي فهو اهم الاصول المالية التي يمتلكها المرء على الاطلاق وواحد من اساسيات الثراء ويوضح اننا في وقات شدة نجد ان الذكاء المالية والثقافة المالية اكثر قيمة من الذهب استمع الى ارواح المقالة الصوتية وحملها مجانا عبر تطبيق اوديولابي